السلام عليكم ورحمة الله هذا الفيديو عاجل من المتحدث باسم وزارة التربية يقول المتحدث أعلان نتائج الامتحانات النصفية بعد انتهاء العطلة الربيعية وتنتهي العطلة بتاريخ 15-2 طبعا المتحدث باسم وزارة التربية قبل قليل صرح وقال نتائج الامتحانات نصف السنة يقصد النصفية يعني نصف السنة وراء ما تنتهي العطلة الربيعية أول ما تدومون بالاعتياد حتى تنتهي العطلة الربيعية يوم 14 ويوم 15 تدومون أول يوم دوام النصف الثاني أول يوم هو يصادف يوم 15-2 أول ما تدومون المتحدث بلغ المدارس أو خبر رسمي بأنه لازم أول ما تدومون يوزعون النتائج من نصف السنة كافة المراحل الابتدائي والمتوسط والإعدادي وأكو قسم من التعليقات ولو نزلنا خبر على هذا التعليق يقولون نتائج تمددت العطلة أو أجلوها أجلوها لا هسه بنفس المتحدث باسم وزارة التربية قال العطلة تنتهي يوم 15 هي يوم 14 لكن 15 تبدون الدوام يوم 15 تبدون دومون أول يوم من معدل النصف الثاني فأول ما دومون يوزعوا لكم النتائج لأنه هاية تعليقات جاي تسألش وقت النتائج وهسه المتحدث نزل على صفحة وزارة التربية ونزلنا لكم ترجمة نانسي قنقر